يبدو أن الأمريكيين العرب وبنسبة كبيرة حسموا أمرهم بعدم التصويت لرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ضمن الانتخابات الرئاسية المقبلة على وقع موقفه الداعم بدون قيد أو شرط لإسرائيل خلال حربها ضد الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة تاريخيا الأمريكيون العرب كانوا مجبرين على الاختيار بين خيارين سيئين ولكنهم حاليا غير راضين على ذلك ويطالبون أي مرشح رئاسي بأن يعمل بجد لكسب أصواتهم وفكرة أن جو بايدن أقل سوءا من دونالد ترامب لن يحفز هؤلاء الناخبين على الذهاب والتصويت له هذا وأظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد العربي الأمريكي انخفاض تأييد إعادة انتخاب بايدن في عام 2024 بنسبة 42% بين الأمريكيين العرب إلا أن ذلك قد لا يعني بالضرورة تأييدهم لمرشح الحزب الجمهوري أيا كانت هويته خاصة أنهم لا يقدمون أيضا طروحا انتخابية جاذبة للأمريكيين من أصل عربي منذ رئاسة بيل كلينتون ونحن نشاهد الأمريكيون العرب يشغلون مناصب وزارية مع كل إدارة في البيت الأبيض وفي فترة ترامب شهدنا وزيرين من أصل عربي بعكس إدارة بايدن التي لا يوجد فيها وزراء من أصل عربي وبالتالي قد تكون هذه طريقة ترامب لكسب تأييد تلك الجالية كما تظهر استطلاعات الرأي وعلى صعيد البلاد تأييد أكثر من 65% من الأمريكيين العرب لوقف إطلاق النار في غزة معبرين عن اعتقادهم بضرورة قطع الامدادات العسكرية الأمريكية لإسرائيل أكثر من 200 ألف صوت للأمريكين العرب في ولاية نيويورك تقريبا وهم يشككون أيضا في رغبتهم بتشديد تصويتهم لبايدن وفقا لمراقبين في ظل مظاهرات شبه يومية في شوارع هذه المدينة تطالب بوقف الحرب في غزة وبموقف أكثر حزما من ساكن البيت الأبيض تجاه إسرائيل مجد يازجي سكاينيوز عربية نيويورك